موسيقى صباحكم سعيد وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى شاشة رؤية وبرنامج حلوية دنيا غدا السبت 31-5 هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين على فكرة يتم توقيف التدخين أدبيا لمدة 24 ساعة وهذا اتفاق عالمي أدبي كان في عام 1987 من قبل منظمة الصحة العالمية اسمحوا لنا أن نستضيف في هذا الصباح سيدة أردنية أضافت لمجتمعها الكثير صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد سيدتي صباح الخير ونورتينا في رؤية صباح الخير أهلا وسهلا للمرة الثانية معنا بي حلوية دنيا وأيضا بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا الدكتور فراس هواري مدير مكتب مكافحة السرطان ورئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحديثة في مركز الحسين للسرطان أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير صباح الورد أهلا يعني زي مع الفؤاد إحنا يمكن كتار منحكي دائما عن مدار التدخين وغيره وغيراته ولكن اللي بيفتح وبيتفرج على إحصائيات بلاي أنه من المتوقع بسنة 2030 يموت للأسف 8 ملايين شخص بسبب وباء التباغ العالمي يعني اليوم أول رسالة تحبي سموك تبدي فيها لقاءنا الصباحي معك أول شي شكرا كتير لكم رهاف وفؤاد وأنا سعيدة جدا بوجودي هون بمرنامج حلو يا دنيا اللي تفضلتي الإحصائيات كتير بتخوف والعالم كله عم باتجه نحو مكافحة وباء التدخين آفة التدخين ولكن للأسف بالعالم العربي إجمالا الكفاح فيه تقدم بسيط بسيط ولكن التحرك كتير بطيء جدا جدا وللأسف ما عندنا الوقت ما فينا نستنى 30-40 سنة تنوصل لثقافة كتير كبيرة لنفهم بالفعل يفوت براسنا إنه هذا الدخان قاتل مضبوط على المنتج نفسه بقول الدخان يقتل نحن في مركز الحسين السرطان نرى الزبائن زبائن التدخين وعن بحكي هون إجمالا كل التدخين الأرقي للتدخين وكل منتجاته السؤال اللي بترح نفسه اللي وخصوصا بعده آخر نقاش أو خلينا نقول جدال عن قضية الأرقيلة اللي شهدناها قبل شهرين أو ثلاثة شهر تساؤلات كتير طلعت وخلينا نقول حقائق كتير كما طلعت عن وين مستوى ثقافتنا إحنا كمجتمع عن عن هاي المعركة أين نحن عن هاي المعركة حسيت إنه ظهر حقائق كتير أول واحدة ظهر إنه الحلو بالموضوع إنه أول إشي إنه النقاش عن التدخين حسيت أول مرة بياخد حيز كتير كبير بالنقاش العام تعفوا إحنا ببلادنا دائما في يعني المواضيع السياسية هي اللي بتتصدر الأولويات دائما هي الأولويات إلنا ولكن لأول مرة حسينا إنه صار فيه ناس مع صار فيه ناس ضد صار فيه خلينا نقول حديث ونقاش حول الدخان على المستوى العام هذا بحد ذاته بتخيل إشي إيجابي بس الإشي الثاني اللي ظهر إنه لسه في عندنا أغلبية صامتة الأغلبية الصامتة ما عم تدرك أهمية صوتها إنه لازم يلعلع ما بيصير فقط في الصالونات يقول لك آه مظبوط أنا ما بآمن بالتدخين وياريت الناس ما بدخنوا صوت الأغلبية الصامتة لازم يكون أعلى بكتير لأنه بكل المجتمعات القوانين لحالها مظبوط مهمة وصارمة وهي اللي بتفرض أشياء ممتاز ولكن دائما في تحركات مجتمع اللي هي ضاغطة للأفضل للمصلحة العامة فالأغلبية الصامتة بتمنى إنه يعلو صوتهم الحقيقة الأقوى اللي أنا حسيتها بظاهرة الجدال حول قضية الأرقيلة اللي ظهرت كبيرة بطريقة كتير كبيرة هي إنه يذهلني إنه اللي عارضوا عن منع الأرقيلة منعا باتا من مثقفين وغيرهم إنه نسيوا حقيقتين واضحتين ثابتين زي عين الشمس أول وحدة إنه بأي أول شيء بأي نقاش حول التدخين ومنتجاته نحن في إطار مثبت بين إطارين أول إطار إنه العدو الأول والأخير هو التبغ وكل صناعة التبغ ومنتجاته وكل ياتنا منأكد ومتفقين إنه التبغ شيء مش صحي لنا الإطار الثاني هو الضحايا هم دائما نحن الكبارا صغارا أغنياء فقراء رجالا نساءا نحن دائما الضحايا فبين هالأفقين خلينا نقول أي جدال في الوسط يعتبر لاغي وباطل مدام عنا حقيقتين تابتين في عندك عدو وفي عندك ضحايا فأنا ذهلت صراحة بنوعية النقاش كيف إنه المصلحة العامة أخدت مش بس المستوى الثاني أو الدور الثاني الدور الأخير وزي ما تقولي نخلط الحابل بالنابل لازم نحن كمجتمع بالذات بهذا اليوم العالمي للسرطان نقيم أين نحن ثقافة تفكيرنا مسؤوليتنا حول الأجيال القادمة كلياتنا مسؤولين وزارة الصحة مشكورة إنه هي حاولت إنها تطبق قانون موجود من الـ 2008 ولكن المقاومة الشديدة اللي واجهتها وبالذات بهاي الأوضاع اللي إحنا فيها خلينا ما يعني نكون صريحين بحاجة لدعم من المجتمع وأنا كمان بطلب من المدخنين اللي شهادتهم أبدا مش مجروحة بالعكس هم الأشخاص اللي هم ضحايا التدخين وهم المدمنين وهم بيعرفوا بيتمنوا العديد منهم إنهم يوقفوا عن التدخين هم أحسن ناس يوقفي يقولوا أنا مدخن بس بتمنى إنه أنا أولادي ما يوقعوا بنفس المؤامرة اللي أنا وقعت فيها فإن شاء الله يعني مضبوط فيه صار فيه تحركات على الصعيد العام بس بتمنى اليوم العالمي للسرطان القادم إنه ما نضلنا تحت سحابة كبيرة من الدخان لأنه يعني بالذات الأرقيلة ضمت مش بس فرد أو صغار أو أفراد صار عنا عائلات بمجملها مدمنة على الأرقيلة ومدمنة على التدخين يعني ما في أي وزارة بالمستقبل بتخيل رح تقدر تتحمل المصائب الصحية اللي رح دق على بابها وهي ما رح تقدر تعالجها نعم إذا بسمح لي دكتور فراس معلش حابب بس أستمر مع سمو الأميرة في سؤال الأرقيلة أصبحت المشكلة في البيوت يعني كانوا الناس يطلعوا لبرها ويأخذوا نفس ومرة بالأسبوع ومرة بالشهر مشان يطلعوا رحلة بغض النظر شو يعمل له نفس أرقيلة مثلا الآن صارت موضة في البيوت ولكن سمو الأميرة بس استكمالا وفي عجالة لما تحدثت فيه إنجاز التعبير أصبحت سمو الأميرة دينا كأنها رأس حربة بشخصيتها العربية والعالمية تحارب التدخين من إحدى الشخصيات العالمية اللي بتحارب التدخين تقاومي هذا الشيء ولكن ما بتعتقد أنه فيه صعوبة عالمية هذول الناس حتان كبار اللي يديروا أسواق التدخين وإحنا في المنطقة العربية في منطقة الشرق أوسط في المناطق اللي دائما فيها يعني خلينا نحكي المجتمعات يعني فيها حراك مستمر ودائم من أفضل الأسواق بعكس المجتمعات مثلا المتقدمة اللي يسود فيها القانون بشكل مية بالمية أو لربما أكثر فما بتعتقدي هذا يعني ضين إحنا بنحارب ضينصورات كبيرة وأنا أقصد عالميا كشركات التبغ وغيره شو رأيك؟ شكرا كتير لإثارتك لهذه النقطة بس إذا بنرجع كمان لآخر جدال عن موضوع الأرقيلة أنا وجدت أننا نحاربنا أنفسنا من اللي عارض قرار بدر للمصلحة العامة لينقذ أولادنا بناتنا المراهقين؟ نحن إحنا مش همة إحنا نحن يعني مضبوط كلامك صحيح يوجد نحن نحارب شركات التدخين الكبيرة اللي ميزانياتها أكبر من دول أيوه ولكن نحن حاربنا أنفسنا يعني الطريقة الوحيدة للكفاح ضد أو قلينا نقول إنه نغلب أو نتغلب على هاي المعركة لازم نحن نرجع للمنطق نرجع نذكر أنفسنا ونتذكر إنه نحن إحنا ضحايا مؤامرة شركات التدخين نحن أحسن زبائن لشركات التدخين ومن اللي بيأخذ الأرباح؟ القلائل المساهمين بشركات التدخين أحلى بيزنس أنا بسميها هاي شركات التدخين أنت بتصيد زبونك بس مرة مرتين وهو صغير يفضله صغير وبعدين زبونك لمدى الحياة مستعد ما يحط أكل على الطاولة مستعد ما يحط أكل على الطاولة مستعد إنه ما يشتري إشياء مفيدة لله ولكن كل ما عاشه بروح للتدخين فمن هون بيجي دور الإعلام دور الأهالي دور وزارة التعليم دور كل الوزارة وزارة الصحة لحالها لا تقدر أن تقوم بهذه المهمة لكي نحارب شركات التدخين بس واضح جدا أنه لا نحارب أنفسنا لأنه نحن الضحايا أولا وآخرا مين رح يسأل فينا لما نوصل لمركز السرطان فكرة شركات التدخين رح تيجي تدفع علاجات أكيد لا ولا تقولك آسف جدا أنه أنا ما إلي دخل أنا حطيت لك بالبكيت أنه هذا المنتج يقتل بس أنت ما صدقتني